اشتركوا في القناة عليها الآباء والأجداد لكسب عيشهم وشكلت السفن في البحر مصدر الهام للإنسان الإماراتي في القدم ومورداً معايشاً وارتبط بتفاصيل حياته اليومية لحديث مشاهدين أكثر عن موضوع صناعة السفن في دولة الإمارات نرحب الوالد راشد الزري باحث في التراث صباح الخير حياك الله صباح الخير وحياك الله أبويا اليوم إذا نتكلم أن الإمارات عاش في بيئات مختلفة البيئة الجبلية و البيئة الزراعية والبيئة البحرية اليوم نركز على البيئة البحرية نركز أكثر شيء على صناعة السفن إذا نتكلم متى بدت هذه الصناعة في دولة الإمارات الصناعة قديمة قديمة الصناعة ليس باحينية قديمة الزمان من قدم الزمان السفن قبل ما نستوي سفن ما يساونا. صحيح. جميل. بويراسد يعني تعددت السفن أشكالاً وأحجاماً وكذلك مسميات. نتكلم بداية عن استخدامات السفن. يعني كل سفينة. كل سفينة لا أحد. بالضبط. أول هذه السفينة اللي حق السفر يكون البوم. والبوم السفر هذا كبير في الحجب. والبغلاء أكبر من البوم. هذه البغلاء كبيرة يعني هي حق السفر حق الحمال. حق الießen. بوضايع اللي يجبونها يكسبونها من بمبي ومن باجي للدول. يبون هنا في الإمارات. جميل. يعني نرى هنا في الستوديو على الطاولة هذه البوم. هذا البوم. يستخدم للسفر. يستخدمل من السفر. يعني من دولة الإمارات كل خليج. فيها أحجام يعني؟ فيها أحجام هذا الله يسلمك الأحجام هذا في الكويت عندهم ثلاث أحجام حجم ليسير مثلا السفر وحجم هذا اللي يشيل الحصى اللي يجيب من الشسم حق من هذا وحجم واحد يجيب يجيبونهم من أكل الكويت ما كان ماء عندهم يجيبون من البصرة ماء يحملونهم فيها السفر جميل جميل أبويا أنت قلت يعني صناعت سفن يعني في الماضي كانوا يستخدمون هذه الصناعة وهذه الحرفة يعني من زمان يعني من زمان كانت أدوات بسيطة فكيف كانوا يستخدمون الأدوات اللي كانت ممكن الأدوات الله يسلمك أول ما يجيبون الأخشاب يجيبونها من البنبي ومن السواحل الخشب كل خشب يعني خشب هذا الساي هو يختمون الساي الساي ما يعول يعني يخل مدة في البحر ما يتأثر من البحر ومن البحر ومن الملوحة نحن يعني السفن هذه كم تعيش كم يعني كم عمرها لا تعيش تعيش سنوات تعيش يعني بس يعني تحتاج لصيانة تحتاج لصيانة مثل مال هدايا البيوت حيني صيانة هذا صيانة يعني لو تاخله مثلا سنة سنتين سوى له صيانة رفعوها مرتانية من البحر رفعوها فوق وحملوها وعدلوها وكل شيء يعني ذاك اليوم يستعملون الصل والدامر والأشياء هذه يعني يجبونها ويهبونها جميل وبعدين على طول حطنا بالبحر جميل قبل ما نمتدي الفقرة أبوية كنت نتكلم عن أسامي السفن نتكلم عن أنواعها إذا بنذكر شوي حق كل ما يتابعنا اليوم هذا أول البوم والغلاء أكبر من البوم أكبر وبعدين نجينا مثلا الجالبوت الجالبوت والصمعة والشوعي والسنبوق والبقارة والشاحوف والهوري أي شكل هذي السفن تستخدم حق الغص؟ هذا السفن الجالبوت والصمعة والذي يستعملون حق الغص ماشاء الله والباجي هذا السفن الصغار يستعملونه للسمج حلو للصيد للصيد السمج جميل جميل كم كانت استغرق مثلا عملية تصنيع أبوية؟ لا هذا يأخذ وقت يعني يأخذ وقت تقريبا في ستة شهور في سنة يعني مبعالة حسب الإمكانيات الجسم ولازم يكون العمل جماعي عمل جماعي هذا أول كان يسمون هذا ما يسمون النجار يسمون القلاف القلاف هو اللي يعمل هذا القلاف أبوية يعني قبل في الماضي كانت أدباتكم بسيطة كانت الحياة بسيطة أول كان الجد ومراشة مشارب نفسي يجداح ويسوي ويجيب المسامير ويكلفت يعني هذا الشيء شاقة يعني يعني حرف شاقة شو الصعوبات اللي واجهتكم أو واجهت أهالي المنطقة البحرية والله الصعوبات اللي كان ذاك اليوم ماشي الصعوبات الإنسان هذا عيشته من وراء ما فيه صعوبات هذه ما تعتبر صعوبات يعني كل الإنسان يعني يصبر على على رزجه صحيح لله أنا رزجه من وراء هذا إذا ما سوى هذا ما أعمل هذا كب يعيش كب يعيش صحيح عيشته شوف البدوي عيشته من البر والحضر عيشته من البحر نعم جميل الوالد ذكرت نقطة جميلة أن صناعة السفن في الخليج فيها ترابط ترابط نعم كانوا مثلا هل الإمارات يصنعون سفنهم بعض السفن في الكويت نحن بوم ما عندنا نحن ما نستعمل لغوم نستعمل جالبود نستعمل سنبوق نستعمل صمعه نعم اسمه البقارة هذا اللي استعمل مزين وهذا لا حق السفر لكن هذا لا حق الغوص حق الغوص حق السفر هو البوم 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 ما كان يتصنع في الإمارات؟ لا ما يتصنع في الإمارات ليش يا بوي؟ هذا يتصنع في الكويت وفي سلطانة أمان نعم في صور جميل هناك أكثر هم يستعملون السفر أكثر من عندنا نحن قليل عندنا هذا بالنسبة لسفن البوم ممكن يعني الانتقال الأشخاص من دولة إلى دولة ثانية أما بالنسبة لنقل بضاعة يعني اليوم يعني في الماضي قبل اليوم تبنتم تنقلون بضاعة أو أشياء من مكان لمكان أو من دولة لدولة أي سفن تختار هذا السفن الصغار يعني يعني مثلا إذا بيحمل من البحرين يبيك دبي مثلا أي شكل هذا مداولة هذا قريب يعني سمونه تشالة أو قطاع يسمونه هذا اسمه قطاع يعني قطع مثلا عنده شنط حمال يحمل هذا وين ينزله في قطر يشيل من قطر يبتدريج بالإمارات من الإمارات يودي مثلا أي شكل تأكيد أي شكل حلو حلو يعني حتى الرحلة كانت تسمى لها مسميات يسمي مسميات يقطع هذا قطاع يعني قطاع يعني من بين الساحل يعني شوف أنت من بوضبي إلى دبي إلى الشارد وإلى قطر وإلى البحرين من البحرين إلى كويت إلى هذا السعودي أي شكل يعني مترابطين بعضهم بعض أي شكل ليش ما شي سفينة على طول يعني تنقل أو تحمل على طول من دولة الإمارات مثلا لقطر عين هذا البوم مثلا يعني من الهند يعني بضايع حقه مثلا ينزل هنا في الإمارات ويدي القطر ويدي البحرين يوصل لكويت بعدين يروح وين البصرة البصرة هناك يحمل تمر صحيح تمر يعني حقه وين يودي إلى أفريقيا مناك صحيح ويبمناك أخشاب مثلا تشند بضايع كل شيء يجيبه هاي شكل جميلة يعني كانت هذه عملية التجارة تجوال هاي شكل أنت التاجر مثلا تقطع بهذا الشخص هذا ويجيب لك البضاعة لمكانك هاي شكل الجميل يعني يوم نمر مثلا صوب بحر الشارجة نشوف بعض يعني ما زالت السفن هذه تستخدم رغم التطور الكبير البواخر لا حين هذا السفن نحن اللي سووها كل بيبر يعني ما فيه يعني حق الداخل يعني حق السماج وما السماج يعني وإذا إيش اسمه هاي شكل أبي قلت أنت يعني نحن نستخدم المواد مادة الخشب هي يعني تكون المادة الأساسية في صناعة السفن في الماضي الخشب ولازم يعني السفن هذه تحتاج لصيانة كيف تم صيانة هذه السفن الصيانة يحمل ينزلون على السيف ويرفعونها ويبول الأدوات ما لها يسمونها الدامر الدامر هذا والودتش ويحبونه والنورة هاي نورة يسمونها نورة يخلطون هذا اللي تحت هذا الأبيض هذا يسمونها نورة والفوق هذا بالصل الشبد اليريور هذا يجمعونه هذا يبونه وين من سقطرة من اليمن منك هذا هناك يسوون يطبقونه ويجمعونه ويبون صل يسوون صل جبود السمت هذا يريور هذا يسوون صل وهذه خلاص يعني إليها الماء ما يتسرب داخل السفينة يعني يصير دسم لا ما يتسرب داخلها هاي الشكل حلو يعني هذه المواد تستخدم لصيانة السفن الصيانة كم تأخذ من وقت لا يتأخذ مثلا نأخذ كل يوم يومين ثلاثة أيام غاربعة أيام على أقل يعني أو أسبوق أقل يعني يعني مثلا كل ستة شهور السفينة هاي يقال ستة شهور كل سنة على حسب الشسم يعني ليش هذه الغلط في البحر المدة تشبز يسوي يصير شبه ويسوي نو داخل السفينة يصير النو فيها هذا وتثقل يعني ما تمشي في البحر يعني لازم تبال صيانة صيانة ايه جميل جميل حلو صراحة فيها كثير من التفاصيل تغيرت بويا السفن على مدار يعني مدار الأصور مدار السنوات لا السفن ما تتغير هي هذه شبه عندك هذا الأول يصنعون السفينة لازم أول البيص البيص هذا هو الأساس وبعدين يبون الشلامين الشلامين منهصوا منهصوا الشلمان هذا يشبك البيص بعدين يبتدون لما يكمل فوق مرة يصير هذا حطوا الاصطاح الاصطاح والفوق يعني بعدين كونوا اللي عندك مثلا البوم منه التفقر والصدر والفن يعني كملوا الدقال والفرمان والدستور وهذا كملوا الشسم للسفينة هذا بالنسبة للسفن القديمة في الماضي القديمة إذا بنقارن اليوم بين السفن في الماضي في دولة الرمارات وبين السفن اليوم لا أحيان أحيان كل بيبر ما في يعني ما في شي عنده ما غير خلاص طراد هذا يمشي يمشي حطوا لمكينة ومشوا فيها قبل ما كان فيها مكاينة لا ما فيش مكاينة أول ما فيش مكاينة بعدين عقب يت يعني في الخمسينات في الستينات يت مكاينة داخل يحطونا المركب حق في السفينة داخل لأي شكل ولكن أول كل إشراع ما في يعني أبويا الحين يعني في السفن في نظام هذا النظام نظام ملاحة هذا النظام وهذه المكان يمثلا إدليك المكان أو البقعة اللي أنت موجودة فيها إذا بنتكلم عن سفن في الماضي كيف تدل استدلون الأموان هنا فيه ربان فيه موجود مثل بطان المركبة حين فيه ربان يعرف النجوم يعرف هذا يمشي على نارية عنده دير متخصص وهذا الكانه يقبض هذا الكانه هذا فيه واحد في الليل ما يرقد يعني مناوبة يعني مناوبة بينهم يعني خلص ساعتين خلص يرتاح هذا يبقى واحد يسمع وبعدين هذا كل الربان هو مثلا يعطي تعليمات يعني يروح البحار بر والبارة يعني يعني يخلي على النجم نعم هناك هو النجوم كله يمشي عن النجوم وخلاص يعني خالص وهذا كم كانوا يأخذون أبوي مساء يعني مسافة يعني من دبي مثلا لين قطر لا من دبي الذي قطر مثلا على أقل إلا ما شي هو وهذا مثلا وإلا كان هو مثلا يوم يوم ونص شذي يعني تقريبا يوم يوم ونص هذا مثلا كوس يودي على الشيء سفينة على الهواء أن الهواء هو لي ودي السفينة بضبط الشراعي إلا تم دوق خلاص يعني أبوي قبل ما نختم فقراتنا نبقى ممكن نصيحة توجهها للأجيال اليديدة هنا أنهم كيف يحافظون على التراث والله والله سلمت اليوم نحن الشباب مهتمين بالتراث بعضهم مهتمين وبعضهم مهتمين صحيح ولهذا تراثنا وكل شيء نحن هذا يعني وبانا واجدادنا هم اللي عاشوا فيه وخرجوا أطفال وخرجوا رجال وخرجوا أجيال يعني من هذا السفن الحمد لله واليوم يعني الحمد لله نحن الله يسلمك كنا أول متى نطلع الفجر ساعة قبل الفجر نحن في البحر ما شاء الله ومتى نجي الظهر يعني تعبانين كل الشغل ماشي والغواص سدري الغواص كون أنت أربعة أشهر وعشر أيام من سماء وماء ما شاء يعني ما شاء سماء من الغواص من معدي إذان الفجر صلوا الفجر ونزلوا المحر خلاص لين تغطى الشمس ونتغطى الشمس قال الله خلاص شالوا خلاص كل واحد هذا صلوا صلوا العشاء والمغرب جميع خلاص الله يقوي ويعطيكم صحة والعافية ثلاث أيام جميلة نعم شكور على زواج سمعنا اليوم يعطيك الحمد لله لكن الحمد لله كوش لا إن شاء الله الخير والبركة يعني نحن يعني أساس من شي يبلغ ذا صحيح الحمد لله أبو يتسلم يعطيك العافية الزيارة جميلة إذن مشاهدين كل شكر والتقدير مرة أخرى القيمة والمفيدة بعد مستمرين معكم مشاهدين في صباح الشارقة لكن بعد هذا الفاصل ترأيونا الله يسر